اشتركوا في القناة وربما البعض الاخر يعني مش لاجي تفسير لي ولكن في اغلب الاوقات بتكون رؤية مقلقة في تفسيرها لان هي تفسيرها غريب بعض الشيء ربما تدل على خير وربما تدل على يعني التحذير للرأي او رؤية غير محمودة للرأي وهي رؤية الحريق في المنان موضوع مهم جدا عايزكم تركيزوا معايا في تقيقة معدودة علشان تعرفوا كل ما يتعلق برؤية الحريق في المنام بس قبل ما يخش على تفاصيل الفيديو المهم ده اتمنى انتو تصلى على النبي على يبدال الصلاة والسلام وتدعموا الفيديو بلايك علشانه وشال الله يكبر قدر مهمة للناس ولو اي حد عنده حلم او رؤية وعايز يفسرها يكتبها اسفل الفيديو واحنا هنفسر لكم مباشرة باذن الله الحرق والحريق في المنام يعني ربما يدل على خير للرأي فمثلا اذا كانت بنت عزباء شافت انها اتحرجت في المنام ربما ده بيدل على زواجها في القريب العاجل بعد علاقة حب قوية الحرق بالنار في المنام يعني اذا كانت طبعا النار دي متوهجة للغاية ربما ده بيدل على تغيرات كبيرة في حياة الرأي بشكل عام الحرق في المنام بالنسبة مثلا للمتزوجة ده مؤشر ان هي تسمع اخبار صارة اللي لم يكن لديها اطفال بيشير اندلاع الحريق في يد امرأة متزوجة يعني ان ربما هي تحصل على مساعدة من الاخرين الحرق في اليد يعني مثلا لما تشوف ان يدك اليمين محروجة ده بيشير لنجاح الحالم في عمله والتفوق الطالب ده في دراسته واما بالنسبة حرق اليد اليسرى في المنام ربما ده دليل على فشل الرأي في حياته العلمية او العملية او العاطفية ده حسب الحالة اللي هو بيمر بيها حرق اليد للمرأة في المنام ربما مؤشر على ان هي بتحب التعاون ومساعدة الاخرين حلم حرق القدم في الحلم دليل على قدرة الحلم على تغلب الصعوبات والمشاكل اللي بيواجهها في حياته وبينجز ان شاء الله جميع العقبات دي وبيوصل للي هو عايزه روت يعني قدم مشتعل في المنام ربما تدل على خيانة بعض الاصدقاء وغادرهم بيك وهنا بتكون رؤية تحذيرية لك ان انت لازم تاخد بالك كويس جدا من الاشخاص المقربين منك لربما يسببوا لك مشاكل في حياتك وتفسير قدم المرأة المحترقة هو دليل على قوتها وقدرتها على التغلب على الصعوبات وحل المشكلات الموجودة في حياتها دون مساعدة اي شخص اما بالنسبة للي يشوف حرق في الوجه يعني روت الحرق في الحلم من النار في الوجه ده بيشير لها ان الرأي ده هيشهد عديد من الاعداسة اللي تجعله يشعر بالقلق والحزن وحرق القدم بالزيت في الحلم ده دليل على مرور الحلم يعني في العديد من المشاكل والمتاعف في حياته وحرق القدم بالزيت للمريض ده بيشير انه هو تعافى من المرض حلم الحرق في الايد يعني الحرق في المنام بيدل على مشكلة في حيات الرأي فاذا كان الحرق في الايد ده بيشير للاخطاء والزنوب اللي بيقوم بيها بيشير الحلم ده الفتن اللي بيقوم بيها الرأي كالغيبة والنميمة وحلم اثار حروق في اليد اليسرى بتشير لكسرة المعاصي والزنوب والرؤية يعني كما تدل رؤية على التعب والمشاقة للرأي ولما تشوف امرأة محروقة في المنام ده بيشير للهموم والمشاكل اللي انت بتتعرض لها في حياتك وبتشير رؤية على العكس ذلك ربما انت تتخلص من المشاكل والهموم الموجودة في حياتك وحلم حرق الاشجار في المنام ربما يشير لموت عالم كما يعني ربما يدل على غلاء العصار والسلع حرق الاشجار في المنام ربما يدل على حصول المال وربما يعني حلم انقاذ شخص بيحترق في المنام ربما يعني هنا بتدل رؤية طيبة بتدل على ان الشخص ده بحاجة للمساعدة من قبل الاخرين واللي يشوف انه هو بيهرب من الحريق في المنام بتدل على الحياة الجديدة والتغرطة اللي هتحدث للرأي بازن ربنا عزوجل وربما تدل رؤية الهروب من الحريق في المنام على زوال الهموم والمشكلات اللي بيمر بيها الرأي ايا كانت احباب في الله ربنا بشركم بكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم او رؤية متعلقة بالحريق ياريت اكتبها لنا اسفل الفيديو احنا مفصلها لكم في اسرع وقت ما تنسوش تشيركم في القناة وفعلوا الجرس علشان قناتكم تصل لكبر قدر الممكن من الناس وعلى اللقاء في داخل السلام عليكم ورحمة الله